ما تردد عن أن عبدالله السعيد فيه بند في عقده بيخليه ياخد أعلى راتب سنوي ده غير صحيح بالمرأة ما فيش بند في عقد عبدالله السعيد بيقول أنه هو هياخد أعلى راتب سنوي وبالتاني ما فيش أزمة انتقال رمضان صبحي في بيراميدز ما عملتش أزمة ما بين عبدالله السعيد والإدارة طب هل عبدالله السعيد هو اللي بياخد أعلى راتب سنوي لا وقد تكون دي مفاجأة للبعض أعلى راتب سنوي داخل فريق بيراميدز أحمد شناوي حرس المرمى هو أعلى واحد أو أعلى راتب سنوي بياخد داخل نادي بيراميدز بعد ما تم التجديد لعمر جابر والعلي جابر هم أعلى راتب سنوي من عبدالله السعيد وبالتالي في ناس داخل نادي بيراميدز بيتقاضوا راتب سنوية أعلى من عبدالله السعيد